الفنانة قصار الحكيم بعد غياب 16 سنة راجعة بتقول انا هفضح السر وهكشف المستخبي وهكشف المسطور بكل جرأة وبتقول ايه اللي خلاني اعتزل وعاد الامام كان بيعمل فيا ايه ووصلني لدرجة ايه وكان حيز مني ايه وانا رفط علشان كده قعدني في البيت اصرار وخبايا لاول مرة بيتم اكتشافها من الفنانة قصار الحكيم وسر اعتزلها وسر قرها حاليا للزعيم عاد الامام هو كان بيعمل فيها ايه يا ترى الموضوع وصل ده اللي هنعرفه هتعرفه مع بعض وصل لدرجة كبيرة جدا برغم انها فنانة عاشت معاناة كبيرة في حياتها الشخصية ولكن برضو حياتها الفنية كان فيها بعض المشاكل منها مشاكل مع رامس جلال ومنها مشاكل مع هالة سرحان والمشاكل الكبرى كانت معها عاد الامام عاد الامام اللي فعلا فعلا كان سبب في اعتزلها وقعدت 16 سنة في بيتها اصار الحكيم قالت انه ما بيحترمش زميله وانه اهم حاجة عنده يكون في مشهد في بوسة في حضن في حاجات زي كده يعني وهي ما بتحبش الكلام ده وان فيلم النمر والقرنسة واللي حصل فيه هجوم كبير جدا عليها بعد ما الفيلم خلص لانها رفضت مشهد معين وقالت انا هقدي الجمهور ايحاء ان انا عملت المشهد ده ان هما كانوا مع بعض في غرفة معينة او كده ولكن هو كان عايز المشهد يكون حقيقي هو اعترف قبل كده عاد الامام انه كل المشاهد بتاعته اللي فيها قبلات واحضن بتكون حقيقية ما بتكونش متركبة علشان كده رفض دخول بنته مجال التمثيل تماما بنته صار وكمان زوجته انها تظهر في الاعلام فاصار قالت له انت ليه متناقض ليه مش بتحبك كده بتعمل كده مع الفنانات وانت بتكره كده لبنتك ما بلاش تقدم اعمال مبتزلة ما بلاش تستخدم المشاهد الخارجة للترويج لأفلامك اصار اعتبرت ان مشاهده كلها وقاحة وقالت ان عاد الامام اعترف ان هو بيقبل الفنانات حقيقة ورفض انه بنته تشتغل في المجال ده قالت انا عرفت ان الكلام ده هيضرني واعادني في البيت وفعلا ده اللي حصل وقعد في البيت من وقتها عاد الامام كان بيتحرش بي كتير وزهقني وانا اضطريت لاعتزال الفن خصوصا في فيلم النمري والانسة وافلام تانية كتير وانا ست مش بتاعت الكلام ده طيب حقيقة الامر ايه؟ ما حدش ثبت موضوع ان هو كان بيتحرش بيها لكن ممكن تكون هي اعترضت على المشاهد اللي هو بيعملها اصار الحكيم حياتها معاناة خصوصا بعد ما طلقها او زوجها الصابق طلقها غيابي واخد منها حضانة اولادها وكمان رفض انها تشوفهم تماما طول الفترة اللي فاتت عندها ثلاث اولاد والثلاث اولاد شباب ثلاث اولاد كبار اسمهم عمر وعلي وعبد الرحمن في بداية مشوارها الجمهور طبط بيها وبرقتها ولكن حياتها بدأت تبقى كلها مشاكل بقت تطلع تيريند حتى وهي مش بتشتغل في الساحة الفنية بعد خصوصا اعتراضها على الزعيم وكمان رفعها قضية على رامز جلال بسبب المقالب بتاعته اللي كل سنة وانتوا طيبين رمضان قرب وهو برضو محضر لنفس كل المقالب اللي الكل بيبقى عارفها عايز اقول لكم ان اثار الحكيمي تعذبت بسبب اولادها مرت بعد ما اتجوزت تاني واتجوزت من اعلامي اسمه ياسر خليل كان في 2006 رجع اخد منها حضانة اولادها مرة تانية وطلبت بي حضانتهم ولكن للأسف مشاكلها مع الزعيم فعلا وقفت في طريقها في التمثيل واعتزلت الفن نهائيا طبعا ادعو لها وكمان ادعو للزعيم عاد الامام